بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اسكري عبدالعلي MVP ميكروسوفت ونواصل في دورة Azure Services أو بالتحديد Azure Data Factory الدرس العاشر وهو تكملة للدرس السابق حيث تعلمنا كيف نتعلم مع اللوكاب والميتا داتا والإيف كونديشن نرجع إلى هنا قلنا هذه قائمة الملفات الموجودة في قاعدة البيانات إذن عندي قائمة الملفات هنا فيها واحد فايل واحد واثنين وثلاثة نذهب إلى المجلدات هنا يوجد إلا فايل اثنين وثلاثة أي رقم أربعة غير موجود إذن واحد اثنين لنغير كي تصبح الأمور كما الجهة الأخرى إذن عندي الملف الأول هو رقم اثنين الملف الثاني هو رقم ثلاثة والملف الثالث هو أربعة مجلد 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 اشتركوا في القناة هذا يحدث إذن عندي file 2.3.4 وهنا file 2.3 أي 4 غير موجود الملف 4 غير موجود هنا لكن الموجود هو في قاعدة البينات هنا إذا كان الملف غير موجود في المجلد نريد حذفه فنقله كبراماتر file 4 ننفذ الآن سيقوم بجلب كل البينات من المجلد تحصل على المجلد في اللوكاب سيأتي هل هو موزان نعم الفايل 4 غير موجود في الاستعلام سيقوم بوضع condition هل هذا الملف يساوي إلى القيمة التي تحصل عليها من اللوكاب الأول تساوي إلى ناقص واحد نعم هي تساوي إلى ناقص واحد هنا سيذهب إلى اللوكاب ولا يذهب إلى الويت هنا لاحظ أنه دخل إلى الترو وليس إلى فولس لو دخل إلى فولس سيكتب لي ويت هنا فاللوكاب وسينفذ التعليمة هنا لاحظ أعطاني الرزلت لي هو سيلكت واحد لأنني كتبت سيلكت واحد أي سيلكت ترو سيقوم بتنفيذ التعليمات للأيت نذهب إلى قاعدة البينات ونعمل استعلام هنا هل هناك ثلاث أسطر أم اثنين لاحظ أنه عندي اثنين وثلاثة الفايل أربعة اختفى إذن هذه طريقة من الطرق التي تستعمل في اللوكاب استعملنا الطريقة الأولى استعلام خيالي وليس منطقي استعمال استعلام لحسابي في الذاكرة وليس له علاقة بالقاعدة البينات المثال الثاني الذي استعملناه هو استعلام حقيقي حيث قمنا بربطها مع قاعدة البينات ونفذنا استعلام ديناميكي لحذف الملف الذي يأتي كبراماتر في البايبلاين إذا كان تحقق شرط ملف غير موجود في الميتا داتا إذن هذه الميتا داتا ربطناها مع مجلدين عن طريق روسورس اللي هو داتا سات هنا إكسل داتا سات إكسل مربوط في مجلد لاحظ لم أكتب ولا ملف هنا لا يوجد فايل نايم بل مجلد ربطتها مع مجلد فعندما ربطتها مع مجلد أصبحنا نصل إلى شيلد شيلد إيتم قلت أننا الـ getMetaData يستطيع أن يعطيك معلومة هل هناك ملفات أم لا إذا كانت عناصر هل هناك عناصر في سورس معينة أم لا فهي exist يعطيك أشياء أخرى مثل الـ type والمودل كما قال الـ dot-modify وبعد ذلك تعلمنا أيضا البرامترات قلنا أن البرامترات للبايبلاين عندما تخرج من هنا وتكتب بايبلاين تكتب بارامترات تعلمنا في الدرس السابق أيضا البرامترات للـ data set يعني نحدد الـ copy data مثلاً وضيفنا نعم هي بروبريتي وليس بارامتر هي بروبريتي ونضيف خاصية للـ activity إذن عندي بريابل عام بارامتر هو عام بريابل هو فقط في الذاكرة هنا نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع الفايل نايم أظن في الدرس السابق هنا برامتر الفايل أيضا الفايل نايم الذي مررناه عند انطلاق المشروع لأننا أعطينا له الملف الذي يريد حذفه إلى آخره الـ if الـ condition عندي مكانين عندي أول شيء هو هنا اسم الـ condition هذه نستطيع تغيير الاسم بعد ذلك هذا هو الأساس إذا كانت true ماذا سيقوم بفعله وإذا كانت false ماذا سيقوم بفعله وماذا سيقوم بفعله معناه dis-activity يعني سنضع فيهم activity وعند الـ expression هنا expression la condition هي أننا نكتب الشرط متى يتحقق عندما متى سيكون true إذا كان قلنا هنا activity output first row تحتوي على قيمة موانزة إذا كانت تحتوي على قيمة ناقص واحد فمعناه أنه تحقق شرط أوكي فهي من المفروض هي من المفروض يعني لو استطعت أن أكتبها هكذا يكون أفضل يعني لكن لم أجد كيف أصل إلى value هنا لأن first row هو عبارة عن object فيه name وvalue والvalue فيها موانزة ناقص واحد إذا لو كتبت value equals هنا نكتب arrow buzz equals متى يتحقق شرط عندما يكون الvalue للfirst name يساوي إلى موانزة لكن هذه لم تشتغل معي لأن الvalue لا يتعرف على value مع الفرس نايم يعني غريب يعني المفروض يعني عندما أعرض أستطيع يعني كتابة هذا سنفعل ذلك يعني سنأتي بالأول شيء سنحذف هذا سننشي متغيرات لكل شيء إذن أول شيء هو الميتا داتا أريدك أن تكتب في المتغيرة هذه سنشي متغيرات لكل شيء هذه الميتا داتا ماذا سترجع لي هي items إذن مثل ما كتبنا هنا سنكتبها في شكل string والمتغيرة variable سننشي متغيرة result first result أو متا داتا متا داتا result هو في شكل string أوكي نذهب إلى المتغيرة هذه نقول له ميضة داتا رجل تساوي إلى join أريد تحويلها لدعي إلى join لأننا نستطيع عمل cast مباشرة لشيلد activity إذن هنا سعمل string سيحول على JSON بهذه الكيفية سننفذ ونضع نقطة توقف و set variable لاحظ ماذا سيكتب لي أنه أعطاني file name tip و file 3 إذن عندي file 2 و file 3 موجودين هنا في ال name في الخاصية name أوكي إذن هنا هذه الميضة متا داتا التي result يعني output للميضة داتا كتبناها هنا الآن بعد lockup نريد أن نكتب متغيرة أخرى هي result للLockup هذه انتهينا منها الميضة إذن condition متغيرة سنسمها lookup result في شكل string وهنا وهنا نربطه مع lookup string lookup result ونقل له result ستكون output للLockup هنا لاحظ أن الأشياء تجدونها هنا في الأسفل first row إذن لا أريد content بل أريد مباشرة لا داعي لا تحويله إلى string مباشرة activity first row نعم ضروري لأن المتغيرة في شكل string إذن string أوكي نعم نقطة توقف وننفذ الآن إذن سيأتي بالdata سيكتب المحتوى هنا في هذا الفريابل سيذهب إلى lookup سيبحث على الملف الذي مررناه في انطلاق المشروع سيكتب هنا result أعفوا أعطى بعد ذلك setVariable ولاحظ النتيجة النتيجة هي ناقص واحد في value كما قلت أنا لم أستطع الوصول الى value في الفرست رو نعم هو object يعني لاحظ أنه من المفروض هو object فيه name وعفون هذا المتغيرة عنده اسم لكن هو فيه هذا هو result object في هذا الشكل إذن لا يوجد عندي name هنا لم أستطع كيف أسترجع المونزا يعني من هذه الكتابة أوكي وبعد ذلك يعني الطريقة عادية هنا الif سيطيني true أو false إذا كان يحتوي على مونزا سيطيني true أو false إذن كما تلاحظون تعلمنا أشياء كثيرة لحد الآن عشر دروس الحمد لله يعني أظن أن الـ pipeline سهل ما فيه تعقيدات هو تسلسل لمجموعة من activity إذا ما أردت أن تضيف transform فكما قلت أنهم يعملون في الـ ODS يعني يذهب هنا هذا source excel هذا source Oracle هذا source من cloud آخر إلى آخره كلهم يأتون بها ويدرجونها في مكان واحد نسميه database فيها ODS ملفات الـ ODS هي ملفات كما هي يعني الـ data كما هي ممكن تحويلات طفيفة جداً ثم نسرجع الـ data كما هي من هنا يعني ممكن ليس التحويلات للـ data بل هي ليست transform ولإنما ممكن لا نحتاج كل الحقول فأنا أخذ الحقول التي نحتاجها فقط هذا يعني التحويل أما بعد ذلك من الـ ODS هنا مدام كل شيء في الـ database هنا أصبح عندي database 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 خاص به لا أحتاج إلى كل الـ event أو الـ activity الموجودة في الـ pipeline فأحتاج إلى proc فقط أو استعلامات لـ transform بعد ذلك سأعمل يعني الـ concept إطوال النجمة يعني يعني ملفات الـ theme والـ fact وهنا سأنشئ الجداول الخاصة به وذلك عن طريق مرونة بالـ proc transform أوكي إذن هنا نحتاج فقط إلى تنفيذ الـ proc لذلك الـ pipeline أظن سننتهي منه ونبدأ إن شاء الله في الـ data flow الذي سيعمل بدون proc اشتركوا في القناة